ثانيا طرق قياس الناتج المحلي الإجمالي GDP من خلال ما تقدم يتضح لنا أن واحد الناتج المحلي الإجمالي ما هو القيمة السوقية لجميع السلع النهائية والخدمات التي أنتجها المجتمع خلال فترة زمانية معينة هي في الغالب سنة اثنين الدخل المحلي هو مجموعة دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمانية معينة هي برضو في الغالب سنة الحاجة التالثة لأن الانفاق الكلي هو الطلب الكلي في المجتمع والمتمثل في انفاق القطاعات الأربعة المكونة للاقتصاد وهي القطاع العائلي وقطاع رجال الأعمال والقطاع الحكومي وقطاع العالم الخارجي وعليه يمكن قياس الناتج المحلي بثلاثة طرق هي طريقة الناتج واحد طريقة الناتج اثنين طريقة الانفاق ثلاثة طريقة الدخل بالنسبة لطريقة الناتج تقوم هذه الطريقة على أساس إن احنا بنئيس قيمة كل السنع والخدمات النهائية اللي تم انتاجها خلال السنة داخل الحدود السياسية لدولة معينة سواء انتاجها المواطنين حامل الجنسية الوطنية أو المقيمين الذين يعملون بهذه الدولة وهنا يصار تساؤل هام وهو هل يعني ماذا يحسب ضمن الناتج المحلي وماذا يستبعد وذلك فيما تعلق بالعمليات غير السوقية وفي البداية لابد أن نتعرف على ما هي العمليات غير السوقية العمليات غير السوقية هي العمليات التي تتضمن سلع وخدمات لا ترد إلى أسواق ولا تتم مبادلتها بنقود إذن العمليات غير السوقية دي عمليات أساسا لا تتضمن هي العمليات لا ترد إلى أسواق ولا تتضمن ولا تتم مبادلتها بالنقود فإحنا عايزين نعرف دلوقتي نتعرف على مجموعة من الأمثلة لهذه العمليات غير السوقية وعن كيفية معالجاتها وعن زينا عليها ضمن الحسابات الناتج المحلي الإجمالي أولى هذه الأمثلة اللي احنا ممكن نتعرض لها اللي هي السلع التي يتم استهلكها طبعا السلع التي يتم استهلكها بوسطة منتجيها زي مثلا الجزء الذي يستهلكه للفلاح أو المزارع من محصوله الزراعي طيب دي نعملها ازاي قالك دي سلع تمثل جزء من الناتج ولابد من إضافتها ولابد من أن تحسب على أساس أسعار مسيلاتها في السوق يبقى احنا لازم ندخل قيمة السلع والخدمات اللي استهلكها أصعبها زي السلع اللي استهلكها المزارعين لابد أن تدخل ضمن حسابات الناتج المحلي الإجمالي ولكن طريقة حسابها أن هي بتحسب على أساس المسيل في السوق على أساس المسيل في السوق المثال الثاني لهذه العمليات غير السوقية اللي هي خدمات الإسكان أو المساكن اللي بيعيش فيها أو يقطنها ملكة يعني واحد عنده بيت سكن فيه طبعا أنا أحسب إزاي القصة ديت أو أحسب إزاي خدمات هذه الخدمات المساكن ديت وإزاي تحسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقة أنها تتم حسابها ويتم تقييمها كأنما يؤجرها إيه كأنما يؤجرها أصحاب يبقى نشوف دلوقتي الراجل دوت لو صاحب بيت الراجل دوت لو أجر البيت لغيره كان هياخد كام الكيمة الإيجارية اللي هو كان هياخدها من الآخرين هي دي اللي تتحسب ضمن للناتج المحلي الإجمالي يبقى إذن السلعة التي يستهلك أصحابها تحسب على أساس إيه؟ تحسب على أساس مسيلاتها في السوق أما خدمات الإسكان أو المساكن التي يعيش فيها أصحابها تحسب على أساس على أساس القيم الإيجارية التي كان من الممكن أن يحصل عليها صاحب البيت لو أجر هذا المنزل أو هذه الشقة أو هذا السكن إلى الغير المثال الثالث اللي هو الخدمات الحكومية المجانية زي الدفاع والأمن والتعليم هي خدمات لابد أن تدخل في حسابات نتج المحلي الإجمال ولكن لا يمكن تقييمها على أساس سعر المسيل في السوق لأن ملهاش مسيل في السوق أما اللي إحنا نحسبها إزاي؟ يتم حسابها بقيمة نفقتها تحسب على أساس التكلفة والنفقة التي تكبدتها الدولة أو تحملتها الدولة في سبيل حصول علىها مثل هذه الخدمات المثال الرابع اللي هو الخدمات الشخصية المجانية والتي يقدمها الأفراد دون الحصول على مقابل زي خدمات ربط البيوت أو أصلح الرجل مثلا لسياراته بنفسه تمثل خدمات منتجة هي حاجات منتجة يتعين يدخلها ضمن نتج المحلي الإجمال ولكن للأسف شديد لا يمكن أن تحسب ولكن للأسف لا تدخل ضمن حسابات النتج المحلي الإجمالي لماذا؟ لصعوبة حصرها لصعوبة حصرها وصعوبة تقييمها ولتجنب الإزدواجية والتقرار في الحساب عند حساب الناتج المحلي الإجمالي لابد من اتباع الأسلوبين الآتيين ألف الأسلوب أو أسلوب المنتج النهائي باء أسلوب القيمة المضافة بالنسبة لأسلوب المنتج النهائي نجد أن أسلوب المنتج النهائي أسلوب يقضي بجمع جميع بجمع قيم جميع السلع والخدمات النهائية وعدم إدخال أي عمليات وسيطة عند حساب الناتج المحلي الإجمالي أي أنه يتم حساب السلع والخدمات أو المنتج النهائي الذي يباع مباشرة في السوق أما أسلوب القيمة المضافة هو بنقول أن القيمة المضافة ما هي إلى المساهمة الصافية في الناتج المحلي أي هي عبارة عن قيمة الانتاج مطروحة منه مسلزمات الانتاج يعني لازم نقول أو نلاحظ أن القيمة المضافة ما هي إلا القيمة الانتاج نقص مسلزمات الانتاج دلوقتي هنأخذ المثال رقم واحد وهو مثال توضيحة على طريقة الناتج بنقول في ايه بنقول بفرض ان لدينا سلعة نهائية كالملابس القطنية الجاهزة وبنقول بالطبع ان المادة الاولية او الخام لهذه الصناعة طبعا هي القطن فبنقول لو باع مزارع القط ما لديه من قطن ب15 الف ريال لمصنع غزل ونسيج ثم قام مصنع الغزل والنسيج بتحويل القطن الى قماش ثم قام ببيعه ب35 ب35 الف ريال لمصنع ملابس جاهزة ثم قام ذلك الاخير اللي هو مصنع الملابس الجاهزة ببيع ما انتجه من ملابس جاهزة في السوق ب75 الف ريال طيب دلوقتي اما جاء انا احسب الناتج احسب الناتج ازاي اما جاء احسب الناتج لو قلت الناتج هو مجموع ما انتج من سلع وخدمات يبقى اذا الناتج بيساوي 15 الف ريال اللي هو قيمة القط زائد 35 الف ريال اللي هو قيمة القماش زائد 75 الف ريال اللي هي قيمة السلع والمنتجات النهائية اللي هي الملابس الجاهزة فالمجموع في النهاية هي سوى 125 ألف ريال لكن في الحقيقة الكلام ده مش مزبوط الناتج ما يتحسبش بهذه الطريقة الناتج لابد أن يحسب بطريقة أخرى وإيه السبب فيه أنه لازم يتحسب بطريقة أخرى السبب أن فيه ازدواجية كبيرة جدا في الحساب فالملابس القطنية الجاهزة دي كانت في الأصل غزل والغزل كان في الأصل قط يبقى القطن دخل في الغزل ودخل في الملابس الجاهزة كما دخلت صناعة القماش أو صناعة أو مرحلة الغزل ونسيج دخلت في مرحلة الملابس الجاهزة إذن هناك المقصود أن هناك ازدواجية في الحساب طبع عشان أتخلص من الازدواجية اللي في الحساب دي أعمل إيه لابد أن يتم حساب الناتج المحلي الإجمالية إما بطريقة المنتجات النهائية أي أننا أقول أن الناتج يساوي فقط 75 ألف ريال أو أحسب بطريقة القيمة المضافة اللي أنا هشوفها بعد شوية في الجدول التالي فلو بصينا في الجدول التالي في الجدول التالي بيبين لدلوقتي مراحل الإنتاج السلاسة للصناعة اللي احنا بتتكلم عنها اللي هي إنتاج الملابس الجاهزة وعندي قيمة البيع وعندي في بعد كده مسلزمات الإنتاج وعندي في العمود الأخيرة القيمة المضافة طيب أنا عايز أحسب القيمة المضافة دلوقتي أحسبها إزاي؟ دلوقتي قيمة مضافة كما علمنا أنها تساوي قيمة البيع نأسمو سلزمات الإنتاج يبقى إذن دلوقتي ناخدها مرحلة مرحلة يبقى نحسب القيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتاجية فالقيمة المضافة للمزرعة القطن بتساوي قيمة البيع نقص مسلزمات الانتاج يعني 15 نقص صفر بساوي 15 طيب القيمة المضافة لمصنع النسيق بتساوي ايه تقول لي بيساوي 35 قيمة البيع نقص 15 مليون مسلزمات الانتاج يعني بيساوي 20 طيب بعد كده القيمة المضافة المصنع المنافس الجاهزة بيساوي ايه تقول لي بيساوي 75 قيمة البيع نقص مسلزمات الانتاج 35 يعني بيساوي 40 طيب الكلام ده كويس يبقى احنا وصلنا دلوقتي للقيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل عملية الانتاجية لكن دلوقتي انا عباسأل على اجمال القيمة المضافة اجمال القيمة المضافة المفروض تساوي ايه اللي تساوي 15 زائد 20 زائد 40 يديني 75 نلاحز جيدا ان القيمة المضافة ان اجمال القيمة المضافة لكل مراحل الانتاج بتساوي تماما الناتج باستخدام السلع والمنتجات النهائية اذا الملاحظة الهامة التي نتحدث عنها ان اجمال القيمة المضافة يساوي قيمة السلع والمنتجات انها يساوي في المثال بتاعنا 75 النتيجة العامة أو الخلاصة اللي احنا ممكن نتكلم عنها نقول إن الناتج المحلي الإجمالي باستخدام القيمة المضافة يساوي الناتج المحلي الإجمالي باستخدام قيمة السلع والمنتجات النهائية